التدخلات الاقليمية والدولية هل هناك من أبدأ فعلا مخاوفه من هذه التدخلات في عملية تشكيل الحكومات المحلية مدى واقعية هذه المخاوف الحقيقة أعتقد أن التدخلات الاقليمية هي واضحة في كل شيء سياسي أو شيء اقتصادي أو شيء اجتماعي في العراق هذه التدخلات صحيح أن الحكومة الحالية حكومة السيد السوداني وضمن تحالف إدارة الدولة حاولت قدر الإمكان أن تعكس صورة عنها بأنها بعيدة عن التدخلات أو لا تسمح بهذه التدخلات لكنها حاضرة مهما حاولت الأطراف السياسية أو المقربون من قوى الإطار التنسيقي وحتى من الحكومة السيد السوداني إظهار أن العراق هو في حالة سيادة تامة وأن الحكومة الحالية تعمل على استكمال كثير من الاستحقاقات لكن المؤشرات واضحة جدا على هذه التدخلات منها انتهاك السيادة منها فيما يتعلق بتعطيل إجراءات حقيقية موجودة على أرض الواقع وإذا نتحدث بصراحة لدينا جزء من المتطلبات الحكومية وجزء من المنهاج الوزاري هو معطل بسبب تدخلات إقليمية تحول دون سيطرة الدولة العراقية ومؤسسات الدولة العراقية على بعض النواحي والأقضية في العراق منها على سبيل المثال ناحية جرف الصخر عودة النازحين إلى بعض المناطق هذه كلها تحكس التدخلات الخارجية في عمل الحكومة وفي الواقع السياسي في العراق بالتالي لا يمكن أن نكون أمام حالة خلوم من التدخلات الإقليمية عندما نكون أمام انتخابات مجالس محافظات سيكون لهذه المحافظات أثر كبير في إدارة المحافظات وأنا أتحدث هنا خصوصا عن المحافظات المحاذية لإيران أعتقد بأن إيران تولي أهمية لهذه المحافظات فيما يتعلق بالتجارة البينية بينها وبين العراق على الرغم من أنه الميزان التجاري يميل بالمطلق لصالح إيران وهو ليس تبادل تجاري إنما العراق فيه عجز تجاري مع جانب الإيراني لكن إيران لديها كثير من الأولويات منها على سبيل المثال الربط السككي في محافظة البصرة بين شلامتشا ومحطة البصرة وأيضا فيما يتعلق بالمحافظات الأخرى ديالة ميسان وواسط هذه كلها محافظات ذات أولوية بالنسبة إلى إيران فيما يتعلق بالتجارة وفيما يتعلق بالزيارة الواقع هذه المحافظات أعتقد بأنه مهم جدا بالنسبة لإيران فيما يتعلق بالتعامل مع المحافظين الجدد القناء القنصليات الإيرانية تعمل بكثافة في هذه المحافظات نلاحظ في كل موسم من الزيارات شهر محرم الحرام تنشط القنصليات الإيرانية فيما يتعلق بالتجارة أعتقد أن هذه التدخلات سواء كانت إيرانية أو غيرها هي واضحة في هذا المشهد لكن بتصوري أنها ليست مكشوفة بشكل واضح جدا كما نشهده في الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس النواب ومسارات تشكيل الحكومة المركزية